اشتركوا في القناة بمباركة وموافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز هذا احلى خبر الواحد يتوقع انه يسمع الشيء سعيد في الموضوع النانا يقولوا لي ليش تدخلين في شيء لا يعني اي قضية لامرأة في اي مكان في العالم اتضامن معها لاني اتمنى دائما لهم الخير واتمنى لهم الشيء زين وانهم يقودون حياتهم ويكونون قادرين على ادارة معيشتهم اصلا الرجل الخليجي غالبا معتمد على المرأة وهي ليشال الليلة كلها فبالتالي اهي من حقه انه هي تقدر تروح شغلها تقدر توصل اولادها لمدارسهم تشوف احتياجاتهم متطلباتهم واذا هذا احسن من انه يكون في سائق اجنبي مو محرم لها وغريب تركب معا مبارك للمرأة السعودية مبارك للسعوديات مبارك لكل الرجال اللي ساندوا زوجاتهم وساندوا وبناتهم عشان يحصلون حق القيادة في السعودية حقيقة اكو مثقفات رائعات كاتبات مقال اكو روائيات اكو فنانات تشكيليات اكو ناشطات حقوقيات واساتذة في الجامعة وفي كل مجالات الحياة وناشطات ايضا على السوشال ميديا هذين كانوا بالنسبة لي يعني لانه مجتمع الاعلام ما لموه الكثر يعبر عن قضايا المرأة فكان السوشال ميديا كثر لخير هو اللي كان يعطيني فرصة في اني انا اعرف شنو اكو في الداخل السعودي بنات السعودية بنات سنعات رافعات الراس لكل الخنيز بصراحة بسبب ثقافتهم وموضوعية اطرحاتهم وجهوداتهم كل اللي يسواهم على موقع منشور كتب عن تاريخ نضال المرأة السعودية عشان تحصل على حق قيادة سيارتها كان في يقول منشور انه هما في سنة التسعين في نوفمبر بالتسعين ايامها كانت ايام غبرة وسودة كان في غزو عراقي وهذا ادى الى ان يكون كثير من الرجال على جبهات القتال او في مهمات عمل يعني والمرأة مضطرة اذا ما عندها سايقة او ما عندها سيارة او ما عندها شيء انها تتعطل كل حياتها لانه ماكو احد يساعدها السؤال الاهم الحين اللي يهمني في كل هالموضوع والمقدمة اللي قلتها وين الدرامة السعودية من طرح قضية المرأة خلينا نعتبر ان طاش ومطاش في الزمان طبعا القصبي والستحان كانوا اكثر الاعمال انتشارا وقوة ولقوا دعم ويطلعون على اكبر القنوات فيما بعد انفصل الثنائي استحان مع القصبي وبدأ يشتغل القصبي استحان بدأ يشتغل بس حق التلفزيون السعودي في اعمال لا ترتقي لتاريخه وليماضي والقصبي بدأ يشتغل مع فريق عمل جديد في سلفي وتعددت سلفيات مالا الحقيقة ان احنا كلنا معجبين كلنا من اولاء يعني انا اقول اغلب الناس في الخليج في الكويت وخصوصا في ظل تدني مستوى الرقابة عندنا والاعمال الدرامية فكانت سلفي بالنسبة لنا متنفس في حريات التعبير عن الرأي ارضت اشكاليات اجتماعية موجودة هناك وغالبا كانت تتعلق بالرجال وبعض المناوشات ممكن نعتبرها السطحية في بيت الزوجية او غالبا في او انها طبيبة لا لا لاحظوا ان توقيت قضايا الجريئة حول تزمت او داعش كانت توقيت مناسب ان المملكة بكبرها كانت في حالة حرب على الارهاب انتين احنا اذا بنقول ان الدراما غايبة عن قضايا المرأة ليش الدراما هي النقص هي اصلا مرأة شمولية للمجتمع كل اللي موجود مشكلات للمجتمع افترض ان الدراما تعرضها احيانا يكون في شريحة اجتماعية معينة فنقول ان قضية بدون مثلا معينة مهمة ومؤثرة هذه اللي تنطرح قضاياهم بكل الجرأة مو احنا في ساق البامبو عد تمض على هالموضوع الموضوع مو انتقائي والجرأة او الحريات التعبير لا تتجزأ سيلفي ظلم المرأة شانهم امه والدواعش واحد يعني اذا انت قادر على انك تطرح قضية بهذه الجرأة عن تزمت واثرة على التعليم مثلا او تطرح تأثير الشباب بفكرة داعش والتحقهم بداعش انزين طب المرأة نصفكم الجميل والحلو واللي شاي للليلة كلها مو هذي الاحق بان تساندوها في هالموضوع ولا يعني كتمتم وسكتتم وقصرتم بحقها شكرا للمخرج علي حسب حررني من السماعة انا نظر ما اعرف شي يتعلق فيني عشان اتكلم يا الله افكاري قادر اشيلها الفقرة ثانية من اليوم انه يعني بيتكلم عن بزنس الفن عند فنانات المجد وفنانين المجد في رمضان اللي طاف طبعا يمكن كلنا تابعنا انش عندنا لهم رمضان غير ناكل وزوارات ومسلسلات يعني اكثر شي اكثر اهتمامنا في رمضان اللي طاف قدمت النجمات الفن الخلجي ونجوم العصر الجميل سعاد عبدالله سعد الفري وحياة الفن قدموا كوارث فنية كوارث فنية بمعنى ان هذي اللي كانوا في يوم من الايام يقدمون في تاريخهم عبر خمسين سنة تقريبا وكسعت اكثر من شدي بس خلينا نلطفها نقول نصف قرن كانوا يقدمون فن حلو وراقي في كوميديتا او في الدراما في التراجيه ديها اي لون فني كانوا يقدمونه كانوا يعني جميلات وجميلين كلهم لكنهم يبدوا انهما في السنوات الاخيرة نسوا نفسهم معد استثناء بعض الاعمال طبعا نسوا نفسهم ودشوا في بزنس الاستهلاك الفني يلا طالما هم مطلوبين من القنوات والقنوات تبيهم فالفلوس واصلة واصلة فاي شيء اي شيء ما ادري شون يرضون في الستينات وسبعينات والثمانينات لحد منتصف الثمانينات اللي نقول له التاسعينات قدموا اروع الاعمال الكوميديا قدموا النضج النضج ويفترض ان النضج هاي حالة تراكمية حالة معرفية حالة معاشة انه يصير شيء فوق شيء فبالتالي انا كلمالي اتطور مثل انسان لما يكبر لما ينضج انت اليوم تفكيرك غير عن تفكيرك لما كنت في سن مراهقة او بالعشرين مثلا طبعا ما دريت شو عمرك عشان اقاعد اخمن العداد عندهم اتلخبط فانانينا الثلاثة هذير تحديدا اللي اتكلم عنهم والحساسية الفنية باي باي ماعد فيها مكان الكوارث اللي قدموه كان في كل زمان وطولة سعاد عند الله النجمة الكبيرة الضخمة انا حقيقة اعتزها اعتز في بنت بلادي اعتز بتاريخها اكثر لكن لا يمنع ان انا ما انتقدها انتقدها وقولها بقلب محب وبقلب حريص ايضا عليها المسلسل كان كتابة هبا مشاري حماده حلقات منفصلة يلا شي جديد يمكن الواحد ابتهل فيه قال انه ممكن تكون شي يديد لانه شي حلو هو مو يديد في تاريخ الكويت طبعا بس انه هو وحتى تاريخ مصر وحتى في تاريخ الدراما في العالم بس انه هو يعني مختلف عما يقدم في الكويت القصص كانت بعض افكارها حلوة شوي بس تحتاج الى التخمير الفكرة دائما يعني احيانا شو الفرق بين شخصية الانفعالية والشخصية العاقلة مثلا او الناضجة العادة الراكدة لانها تخلي الفكرة تختمر عندها حتى تطبخ وتنضج الشخصية الانفعالية اول ما تفكر بطير صواريخ يعني لا تفيد ولا تستفيد ممكن شكل ازعاج الكاتبة هبة نفسها تبرأت من العمل كان في كل زمان رمضان الماضي تبرأت منها على صفحتها بانستجرام قالت لان العمل فشل ولقى نقد جماهيري فضيع واحلى ما في الدنيا احلى ما في الدنيا انا شوفها هذا الجمهور الاجيب اللي موجود على السوشال ميديا اللي ما يتأخر في انه ينتقد اول باول كاش مثل ما يقولون المنتج عامل الصباح للمسلسل نفسه هم اتهمه هبة انه هي ما اعطتها الحلقات ابتشر حتى تاخذ وقت في دراستها في كتابها في تصويرها المهم شنو موقف سعاد من ان الكاتبة تبرت وصار طقت هوشة بين المنتج ويا المؤلفة شنو موقفها ولا كلمة قالت ولا قالت شيء سعاد في المسلسل الاخير قدمت درامة عيسى وينها وين اعمالها القديمة اذكر منها انا بذكر اعمال السنوات الاخيرة ثورية ثورية اللي قدمت فيه قصة امرأة كويتية تتزوج غير كويتي وما يتكالب عليها من مشكلات واولها من امها حول خصام ومحاربتها لانها تزوجت غير كويتي هاي قضية موجودة عندنا في الكويت قضية اجتماعية موجودة وزوارة خميز الشراين والبنات والازواج ومشح كلهم وقفية ام البنات مع اب ام تعسف ماكو علاقة طبعا في بين هذا اللي قدمتها سعاد في انها تبره يعني طب في ما عندها عن عملها الرمضاني شون رضت على تاريخها انها تقدم وتستغل جماهيريتها يعني وتقدم عمل بائس مثل هذا ارماندري شنو واضح واضح من علاماتها بعد ما انت تتحللين وتقولين ليش احد يقبل انهو يخصف في تاريخها ان الموضوع بزنس وبيزات وفلوس اغسارة تعالي شو في حيات حيات كارثة نووية قدمت في مسلسلها رمانة سمتها كوميديا رمانة رمانة يا رمانة 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 يا رمانة انا مليت مليت ثلاثة لا يقعدين على قلبي دعنا حتى قبنا نستخسر او نستغفل الناس في مفهوم الكوميديا يعني قولي حال اهي تبت تعيد نجاح حال مناير مثلا رمانتها لا احداث ولا حوار والممثلين في اسوأ حالتهم ماكو غير شتايم لفظي وطرقات وشو يعني تفليس يعني وتجريح للاولاد ويغلطون علانهم هل هذه صاحبة خالتي قماشة ورقية وسبيشة ومحظوظة ومبروكة هل هذه اللي قدمت اجمل اعمال الكوميديا الموضوع بيزنس عندهم معلسا سعد الفرع وين الله عشي سعد الفرع وين سعد الفرع هذا من فشل الى فشل انا لاب الكوميديا ما شي هذا كان واحد من نجوم درب الزلق ان كلنا نفكره وهو يعتبر ايكون وايقونة في طريق الفن في الكويت وين عم وين عن المسلسل الدرامي الدروازة مثلا وين بس رحيات الرائعة حامي الديار وين الكويت سنة الفين وممثل الشعب كوميديا سياسية لكن احب كوميديا موضوعية كتابة عبدالأمير التركي وين عن دقت الساعة وهذا سيفو طبعا كان مع نخبة من خالد النفيسي والمنصور ومجموعة حلوة شلام بتشيلهم الديرة بتشيلهم الديرة يا مهاني وبتزيد شلام يا مهاني يا مهاني يا مهاني يقولوا لك بسوون الديرة طبقات كانوا في قمة النزج الفكري والكوميدي انا ما ادري الواحد حينما يكون عنده اعمال وتاريخ بهذا يفترض انه يرتقي ويقفز لاكثر انا ما بيتهم الرقابة في كل شيء اقطع الرقابة لانه واي سهل ان احنا نتهم الرقابة راحت سعاد وراح سعد وراحت حيات وبدأ انحدار سعد من جنون البشر الى على المكشوف وسخافة بو كريم برقبته سبعة حريم يعني قصيدة شعر بتويني اللي بقوله انه مثل ما تقول بابل الاسن انه ما لازم يعتزلون لا 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 عيد عيد يظلون نجومنا ولهم تاريخ بوجداننا ولهم تاريخ عمل مو تاريخ شخصي تاريخ اعمال حلوة في تاريخ بلدنا وقدموا اعمال حلوة ومؤثرة ونسونا اذيل عليهم اعادة حساباتهم ترى الفلوس مو كل شيء يا سعاد يا حياة يا سعاد انتم مو يهال ولا عيالة اليوم اللي لا تعرفون في التمثيل ولا تعرفون حتى في انتقاء النص الجيد ومو مبرر احد يقول ما في نصوص جيدة ترى اذا ما تصوروهم بالكويت اكون موضوع رقابة ترحون دبي تصوروهم وهي في منتهى السهلة سهلة تصير المشاهدين اليوم احلى ما فيهم يعبرون مباشرة عن فشل اعمالكم في السوشال ميديا وايد انتقتوكم وانا اتمنى عليكم ان عندكم عينين عين تشوفون فيها لكم وعين للمشاهد تشوفونه تقرون شنو يكتب اذن لكم تسمعون المخرج والكيو وشنو يقول والحوار واكشن والاذن الثانية تسمعون فيها اراء الناس اللي هم جمهوركم وسبب نجاحكم حسافة تاريخ من الفن الجميل في بلادي اطيحونا في طين اختياراتكم السيئة نعم مع السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا